تعالى كده نتكلم عن طريقة بتاعة الاعلانات في مجال العقارات طيب مجال العقارات فيه انواع محددة من الاعلانات يعني انت فيه اعلانات لازم تخلي بالك منها هي دي اللي المفروض بنشتغل عليها وبنكمل عليها في مجال الرياس دي تعالى كده نرتبهم بالترتيب مبدايا لعندك الرياس هو من الافضل اعلاناتك الكويدي لكن هو اغلاهم سعري عندك الاندينج بيج من التولز الكويسة جدا ومن الحاجات المهمة جدا جدا في مجال العقارات وما ينفعش نستعم عليها المسج في ايزا فيسبوك بنشتغل عليها بشكل مهم جدا وبتعود لنا جزء من الريد جينيريشن في حين ان احنا عندنا لو الريد جينيريشن عالي جدا بنبتدي نزبط جزء المسج طيب الريد جينيريشن من الحاجات برضو مهمة جدا جدا وليه استراتيجيات مختلفة فاتشون لازم نخلي بالنا بينه وليه ما ينفعش من اشتغل طيب بعد كده اهم حاجة جزء جوجل اد ويه شغلنا على جوجل اد مهم جدا ويه طريق شغلنا عليه مهمة جدا 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 طيب الريد جينيريشن مهم ويه شغلنا على جوجل اد طيب هل المفروض ان انا لما اشتغل اي جزء من دور اشتغل بشكل دايريكت لأ من الاخطار السياعة جدا ان انت بتشتغل اي حاجة من دور بشكل دايريكت يعني اخض الفاطرة طويلة ومش عامل استراتيجي مختلفة ويه بلاتفورمز مختلفة ابتدي ان انا اشتغل عليها ويه اكمل فيها بشكل كبيري طبعا فدي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم ان نخلي بالنا منها ويه هنشوفها دلوقتي في شغلنا طيب عندك اي تاني المفروض ان انت تشتغل عليه دي توزيعة الادز في كستراتيجي في الريال ستيت من الحاجات المهمة جدا في شغلنا كادز كاورجانيك كويب سايتز طيب قلنا كادز عندنا كاورجانيك هلا انا ممكن اشتغل اورجانيك في الريال ستيت ممكن جدا شغل الاسي او كاورجانيك وورج او كشغل اسي او كواس جدا جدا ويه شغل كل اورجانيك من الحاجات المهمة بالنسبة لنا في شغل الريال ستيت يعني انا لازم نكون معندي ويب سايت زي ما احنا شوفنا ونشتغل عليه ويه الويب سايت تاني يصغل في محركات البحث طيب عندنا اي تاني الفايسبوك جروب مهم جدا 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 طيب ايه اللي انا المفروض اعمله كشغلي على فيسبوك علشان اشتغل كفايسبوك جروب بشكل مفصل طيب انا كده مثلا لو جينا على الفايسبوك ويقولنا مثلا موضوع محتاجين او بندور على جزء مهم جدا في الشغل بتاعنا لو هنتكلم على المفروض ايه طيب انا كده لو هنتكلم على الشغل بتاع الريال ستيت لو قلنا مثلا شؤاء تمام او شؤاء مثلا او اتحاد ملاك تمام اه خلينا ارغوض مثلا ايه انا كده نشوف تمام نشوف المفروض المشاريع دي او المفروض اللي هيكلم فعلا مثلا كده نشوف النرجس مثلا من او بيت الوطن والكلام ده تمام يعني ايه اتحاد ملاك النرجس و ايه اتحاد ملاك بيت الوطن و اتحاد ملاك التجمع و الكلام ده كله من الحاجات المهمة جدا جدا و احنا شغالين ان احنا نشتغل اوغانيك ازاجرون بعض المشاريع بتكون اصلا لسه ما امتش ولا اشتغلت ولا حتى تبانى فيها اي حاجة وبتلاقي فيه بروب معمول اتحاد ملاك او سكان التجمع سكان بيت الوطن و ماهل زلك وبتلاقي عليه ناس كتير جدا 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 طبعا اصلا العامل ده بيكون مين بيكون ناس مننا شغالين في العقارات عشان بعد كده يبتدي يكون عنده عدد كبير من الناس او اللي ساكنين في مثلا بيت الوطن ويقدروا يشتروا في حتة اعلى او في حتة مناسبة فيقدر يطارك الناس دي بعد كده يشتغل عليه بوسيز يكون فاهم السيكولوجيا بتاعتهم طريقة التفاصيل بتاعتهم كعيشة كلايف ستايل كطريقة كلامهم كالحاجات اللي بيدوروا عليها والحاجات الممتمنية دي واحدة من الحاجات الورجانيك طيب ثانيا كده نشتغل على جزء تاني اه واقولك على جزء تاني فيه شغل من الحاجات المهمة جدا جدا شغلنا على الاكاونتات شغلنا على الاكاونتات أو الحسابات المفروض بيشتغل عليها as a personal account account شخصي عادي جدا زي مثلا account بتاع محمود بتاع محمد بتاع عبدالله أي إن كان هو بتاع مين فالaccount هنا بيكون من الأفضل النتائج اللي بتزعر فيه الأفضل النتائج اللي المفروض بتزعر يعني إيه كلام ده يعني أنا مثلا لو جيت account العادي الشخصي بتاع مثلا محمود عادي جدا مثلا زي كده ده ألاقي إن الأكاونت ده بالنسبة للشخص في العقارات بيوصل أكتر من الصفحات طب ده بناء على إيه بناء على الولوجرازم ويه اللي بيحصل فيه شخصينا بشكل فيه يعني مثلا لو إحنا قلنا هنا مثلا مدينتي مثلا تمام ويه جينا اشتغلنا على مثلا جيبنا أشخاص هتلاقي مدينتي كرسة مدينتي اتحاد مدينتي تمام اتحاد جروبات مدينتي طب ده بيكون عمل الزاية وإيه ده البوص بتاعته بتوصل أسرع بكتير طب لو جينا مثلا هنا تلاقينا مثلا مراسي تمام مراسي مثلا الساحل الشمالي حالو مراسي الساحل الشمالي تعال كده نشوف مثلا الصفحات تمام تعال نشوف الصفحات هتلاقي مثلا كرية مراسي الساحل الشمالي عليها عدد ويبينزل عليها بوست سوادي الصفحة الرسمية ويدي صفحة تمام ومراسي الاسكان والتعمير يعني هتلاقي في أكاونس كتيرة جدا 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 لكن كلهم أصلا فيهم حاجات مش related بالشركة نفسها فواحدة من الحاجات اللي بيشتغلها بشكل مهم جدا جدا ويبتجي بليتز بشكل كويس وفور فريك هي المفروض شغلنا على الأكاونتات والبيجيز اللي بتكون باسم المشاريع نفسها اللي بتكون باسم المشاريع نفسها طب ده إزاي أو ليه فايدته أو بيعمل ايه ده بيساعد على الوصول في البحث بتاع الوصول في البحث بتاع أي قرائد هم البحث أنا بزهر له باسم البروجيكت مش بزهر له باسم مش بزهر له باسم المشروع مش باسم الشركة نفسها تمام طب تعال هنا مثلا نشوف كده الشركة دي استثمر معنا وحطين لينك وحطين هنا أحلى بحر بالساحر ورقم هتخش هنا هنلاقي أصلا بص هنا في جوجل فورم جوجل فورم عادي جدا لشركة بروكر عليها جدا جدا والمفروض ان هي بتشتغل على ان هي تجيب لاتي طب تعال هنا جدا دي مش الشركة ولا أي حاجة بس هو عامل بيج باسم البروجيكت نفسه والناس بتسأل عادي دي هو رائع جدا ده واحد من الناس اللي ممكن بتشتري وفيه ناس بتخش على المسج فعليا وبتسأل بشكل مباشر وبتنزل بوس عادي جدا تعال مثلا جبيرة باي والعين السخنة واحدة برضو من الحاجات المشتغلة ويجاند بشكل كواز جدا هي أسماء الكورة نفسها تمام عميل بيخش يتكلم ويسأل على اسم الكورة نفسها أو المدينة بشكل كامل مدينة بشكل كامل نفس الكصة برضو أرقام عادية وفيش أي حياة جديدة وهنا فيه ناس بتسأل عادي جدا ويه ناس بتعمل تفاع ويه ناس بتسأل على تفاصيل سبعة ويك مش عارف لما حد تترد عليه والتفاصيل دي كلها عادي جدا 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 ويه ناس بتسأل ويترد عليها ويه نتواصل ظهوري ويه ناس بتسأل ويه ناس شغيرة واحدة من الحاجات مهمة جدا ان انت تعمل باسم الكرة باسم ويتشتغل عليها بشكل مهم جدا دي مثلا صفحة العين الصخرة صفحة العين الصخرة كل الناس عملا لايك ويه ناس عادية جدا ولا شركة ولا اي بتاع ويهما شغالين بشكل كويس جدا جدا ويه ناس بتسأل عادي جدا بيش اي حاجة دي واحدة من الحاجات المهمة فانت تشتغل باسم المشاريع وتشتغل عادي جدا جدا من خير اي مشكلة فده شغلك كس اي او وشغلك كفيسبوك ويجروب واكاوتس من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم تشتغل عليها طب كويبسايت ده بنشتغل بشكل مهم جدا كويبسايت بنشتغل بشكل مهم جدا لو انت شغال على الويبسايت بتاع لازم ان تكون شغال بشكل مهم وشكل سريع شكل مهم وشكل سعير تعالوا كده نشوف الويبسايت اللي ممكن نشتغل عليها وين نبتدي ناكتب نفسينا عليها هنا في لينك خاص بكل الكونتات والصفحات اللي ممكن تشتغل عليها الكونتات والصفحات اللي ممكن تشتغل عليها وفور فري كمواقع مبوغة وافضل المواقع اللي ممكن تشتغل عليها وحطتهم لكلهم في تابل واحدة علشان تقدر ان انت تنزل عليهم الشغل بتاع واحدة الاستراتيات اللي مشتغل عليها لو احنا شغلين دير ومحتاجين نكمل الوضجيت بشغل ارجانيك احنا بنشتغل على حوالي خمس اكاونتات وكل اكاونت منهم بيبتدي يعمل على المواقع دي عشان بتفرق جدا 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 وساعات بيشتروا فعليا كال وعلى كده نشوف الوضجان مثلا من المواقع المهمة جدا لو احنا بنشتغل وليها بقات لازم بنشترك فيها وبنشتغل عليها اسلوب شغل مهمة جدا جدا لو انت هبتشتغل في الريال استير يكون عندك ال اكاونت دي عندك اكاونت و اولكس و ايه بروبيرتي فايندر طيب يعني كده نشوف المفروب بروبيرتي فايندر عندها عادي موقعات مختلفة عادي وتميز وتصادر تمام طيب خلي دايما شغلك كاستراتيجية سابدة وتحاول تقضيط فيها مفيش استراتيجية بتاخدها تنفذها تكون بشكل كامل لازمة تطبق نفسك وتستعلم شغلك مرة واثنين تخلي شغلك يكون فيه جزء خارج العاصمة يكون فيه جزء خارج العاصمة وبتشتغل على خمسين اعلان شهرية طيب بتشتغل على الاعلانات زي ك الويب سايت دي خليني اقول لك ان انت لازمة تسير على المتصدر كباق او او اعلان زي مثلا تعال هنا كده او انت دخلت عقار ماب مثلا والمفروض انت عايز ايه تشتغل على مثلا عقار او تشتري عقارات فبفروض انت عندك اعلانات بتبتدي تشتغل عليها على حسب المتينة وعلى حسب ايه السرش بتاعك عندك مثلا خلينا نشوف هنا يقول ايه برضو من العقارات من الويب سايت المهمة جدا جدا اللي ينفعش ما نشتغل عليها ما نشتغل عليها طيب تعال برضو ادي مثلا هنا عندك ايه في اعلانات ظهرة عندك في ناس متصدرة ايه المشاريع اللي موجودة هنا المشاريع اللي ممكن اشتغل عليها ومش موجودة كتصدر او كشغل في البداية فاشوف المشاريع اللي مش موجودة ايه وابتدي اشتغل عليها كحاجة سابتة وحاجة بالنسبالي في الشغل اللي بتاعي علشان ابتدي اللي يعمل مثلا لو بيدور على اعلان مثلا في مثلا في مثلا الجامعة زي هنا مثلا او مثلا حد بيدور على مثلا شو مثلا في اكتوبر حلم او براجيكت مثلا دي جويا مثلا حلم براجيكت دي جويا مثلا مفيش اعلان هنا حلو في الاول طب هل دي جويا هنا مثلا او احنا اقلنا دي مثلا جويا انا انا بدي دي تايم اقل لان انا واحدة من المشاريع بصراحة اللي حبتها جدا بصراحة المشاريع المهمة عندي دي جويا من المشاريع المهمة جدا جدا ان انا وانا اشغال عليها بخلي باقي كويس جدا وبركز معها فلو هي مش موجودة ببتدي ان انا ابلود ليها واحطها في الشغل بتاعي طيب تعال مثلا لو انا عملت مثلا سيرش على اي براجكت ويه مش موجود هنا زي مثلا هنا ده متصدر ده اعلان متصدر ده اعلان متصدر ده اعلان متصدر كل دي يعني هات متصدر بشوف البراجكت اللي مفيش في اعلان متصدر وابتدي اشتغل عليه علشان اي حد يصيرش عليه اكون انا اللي موجود ويوصلي طيب تعالي كده مثلا نشوف اولكس اولكس من المواقع المهمة جدا لكن باقته ثابت مفروض ان انا باقت عضية على مدوار الشهر 25 اعلان مدفوع وليك اعلان واحد شهرية مجانة طيب تمام فانت اللي ترجل تشغل عليها تشوف المشاريع اللي ما مهاش موجود كمتصدر ويتي بتيت تشتغل عليها متصدر الحاجات اللي ما مفهاش متميز اللي تبتيش تشغل متميز طبها تعرف ده زي بالسيرش المستمر انت دايما تسيرش تسيرش على اللي مش موجود عشان تلحق تخش في وتشوف المواقع وطبعا ما تنسيش المواقع التانية بين أي الناس مفصصة لجزء الإعلانات المبوبة دي علشان يقوم مسكين الحتة دي بوكوت دي يكون لهم طبيعة شغل محددة بيبتدوا ايه يشتغلوا عليها ويكملوا فيها ف من الحاجات المهمة جدا جدا في الشغل بتاعك ويطريقة شغلك على الويب سايت تمام ف دي استراتيجيات نشتغل عليها كل دي الحاجات لازمة نخلي بلنا منها وإحنا نشغالين علشان ايه ننفذها بشكل واضح ضبط النقط دي ونبتدي نتناقش فيها عندك في أي سؤال نبتدي نتناقش فيه وحتى ما توصل بي الستراتيجي المزبوطة اللي تقدر تبني عليها شكرا